الثاني والعشرون من أبريل هو يوم الاحتفال بيوم الأرض يرسل العالم دعوات للحفاظ على بيئة صحية وآمنة وعالم مستقر إليكم في هذه الحلقة تفاصيل الاحتفال بيوم الأرض العالمي بدأت الاحتفالات بيوم الأرض عام 1970 واختار الأمريكي غايلورد نيلسون يوم الثاني والعشرين من أبريل للاحتفال بهذا اليوم وكان السبب في ذلك عندما زاره ومساعده مدينة سانتا باربارا في ولاية كاليفورنيا عام 1969 وشاهدوا كميات كبيرة من النفط الكبيرة التي تلوث مياه المحيط الهادئ وكان هذا المشهد يهدد حياة الأسماك والطيور المائية عندما عاد غايلورد لواشنطن اقترح أن يكون الثاني والعشرين من أبريل من كل عام هو عيد قومي للاحتفال بكوكب الأرض وكان تركيز في البداية على المدن الموجودة في الولايات المتحدة لكن عام 1990 تم تأسيس منظمة دولية ضمت 141 دولة للاهتمام بكوكب الأرض وفي هذا العام وصل عدد الدول التي تحتفل بهذا اليوم لمائة وأربعة وثمانين بلدا يوم الأرض يتم الاحتفال به عن طريق توعية سكان الكوكب بأهم الطرق التي تساعد على إنقاذ الكوكب وتعتبر إعادة التدوير إحدى الطرق التي تسهم في الحفاظ على البيئة حيث يتم تقليل النفايات المستهلكة يومياً فينصح بإعادة استخدام الأشياء الزائدة في المنزل بشكل آخر أو التبرع بها للجمعيات الخيرية التي تستهلك النفايات بطريقة مفيدة المياه تعتبر من أهم مصادر الحياة على كوكب الأرض وذلك لأنها تغطي 70% من مساحة الأرض لكن نسبة الماء العذب 2.5% فقط وطلب يزيد عليها حول العالم لذلك ينصح خبراء الاقتصاد باستخدام الماء بطريقة صحيحة دون أي تهدير بعيداً عن الفعالية الدولية والأنشطة التي تقيمها الجهات المسؤولة فهناك بعض الأنشطة يمكنك تنفيذها بنفسك للاستمتاع بيوم مميز على كوكب الأرض ففي الوداية قم بمشاهدة شروق الشمس لتستمد طاقة الإيجابية ويمكنك التجول في الحدائق الواسعة للاستمتاع بالهواء الصحي النقي يمكنك أيضاً تجربة زراعة نبات عشبي في بلكونة منزلك أما إذا كنت شخصاً محباً للطبيعة فلا تنسى السفر لأحد الأماكن الساحلية كل فترة حتى تشاهد مناظر طبيعية جذابة ترجمة نانسي قنقر